أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ ردوان وقالت الشركة أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والمحمولة والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر دخلت دبابات إسرائيلية اليوم أحد الأحياء على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريقة الرئيسية بين شمال القطاع وجنوبه وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس أشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت لأطراف حي الزيتون في مدينة غزة وقال أحد الشهود أنهم قاموا بقطع أو بقطع شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تتقدم تدريجيا في قطاع غزة وفقا لخطة يواجه الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أوضاعا إنسانية صعبة مع ندرة المساعدات وافتراشهم الخيام البدائية في العراء سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين في بلادهم مع افتقادهم لأقل مقومات الحياة هو الزمان يعود إلى الوراء مئات الأعوام أو ما يزيد في الجنوب من قطاع غزة فالأسر في العراء والطعام والماء رغم ندرته اختلط برائحة بارود القذائف والغارات التي تشبع بها الهواء بس مجرد مأوى والمأوى ضيق جدا بتتسعش إليك مترين تاخد لعيلتك يعني كل عيلة مترين جوا طبعا في العراء في الشي نيل وفي الشيشي كله في العراء فوضع الأطفال سيء وضع صعب جدا طبعا والأطفال إيه شافوا من رؤب بالنسف منازل فجيهم كل القتل في المدنيين وفي الأطفال معاناة إنسانية في غزة تتصدر المآسي التي حصرها التاريخ منذ الحروب العالمية فالماء يوزع بجرعات قليلة والطعام وإن وجد يحضر بدايا على الحطب أما الدواء فلا وجود له وليس للمريد سوى الارتماء بأوجاعه داخل الخيام البدائية سكان غزة الذين كتبت لهم النجاة بعد الفرار من القصف المتواصل بالشمال وغارات الغدر للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت قوافلهم المدنية على دروب الفرار هم الآن يعيشون على كفاف الحياة متشبثين بالأمل ولو كان ضئيلة الوضع في غزة هو اختبار حقيقي سقط فيه الضمير الإنساني للعالم الذي غضت طرف عن معاناة أكثر من مليونين من الأرواح البشرية سلبت من بين أيديهم عمدا مقومات الحياة